من دخل إلى مكة وهو لا يريد العمرة سواء كان لم يعتمر سابقا بمعنى أنه ذهب إلى مكة لأي غرض من الأغراض لكنه لم يسبق له عمرة الإسلام أو من سبق له عمرة الإسلام لو اعتمره كانت في حقه نافلة هل يجوز دخول مكة بدون أخذ عمرة أم لا؟ الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و من اهتدى بهديه و اهتباه سنته إلى يوم الدين أما بعد فإن العمرة واجبة في أرجح قولي العلماء لكن وجوبها أدنى من وجوب الحج و العمرة كما جاء في بعض الحديث هي الحج الأصغر و على هذا فمن كان قادرا على العمرة فيجب عليه أن يعتمر فمن دخل مكة و هو لم يأتي بالعمرة الواجبة أو بعمرة الإسلام فيجب عليه أن يعتمر و ليس له أن يتأخر لأنه أصبح قادرا على أن يأتي بالعمرة و وصل إلى مكة فلا وجه لتأخره عن الاتيان بالعمرة و لذلك لو قدر أنه أتى مكة و لم يعتمر العمرة الواجبة و عمرة الإسلام ثم قدر الله عليه و توفي فإنه يعد مفرطا لكونه كان قادرا على الاتيان بالعمرة و لم يأتي بها و أما من أتى بالعمرة الواجبة فالعمرة الثانية أو ما بعدها تعتبر نافلة ليست واجبة فلا يجب عليها أن يعتمر لكن الأفضل أن يعتمر هذا من الحرمان العظيم أن الإنسان يأتي إلى مكة ثم لا يعتمر و الضروف مهيئة له و الأسباب كلها مهيئة لكن باب الكسل لا يعتمر هذا حرمان يحرم نفسه من هذا الأجر و العمرة عملا صالح و تقال عليه الصلاة و السلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما فهي من العمال الصالحة العظيمة و الإنسان لا يدري ربما يكون الأجر قريبا و هو لا يشعر و عمر الإنسان في هذه الحياة محدود فبعض الناس تجد أنه يمهل و يمد في الأمل و كأنه سيخلد أو كأنه سيعيش عمرا طويلا ما يدريك ربما يكون الأجر قريبا و كما ذكر ابن الجوزي و غيره أن الموت في الشباب أكثر و لو أخذتها بنسبة إحصائية بين عدد كبار السن و عدد الشباب وجدت أن نسبة الوفيات في أعداد الشباب أكثر من هذه الكبار السن فإذا الإنسان عرضه لأن يأتيه الأجل في أي لحظة و الأجل مغيب عننا جميعا و لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها و ما تدري نفسهم بأي أرض تموت إذا كانت لا تدري بأي أرض تموت فإنها لا تدري بأي زمن تموت من باب أولى و لذلك فعلى الإنسان أن يغتنم الفرص فإذا تيسر له أن يأتي بعمرة و كان مثلا في مكة و قد تحيئت له جميع الظروف و السبل فعليه أن يبادر و أن يأتي بهذا العمل الصالح لكن إذا كان لم يأتي بعمرة الإسلام فهذا يجب عليه يجب عليه أن يعتمر في هذه الحال لأن العمرة واجبة نعم نأخذ بعض الصلاة مهات فضلي نعم ترجمة نانسي قنقر